مساء الخير يا حبايب مساء السعاد يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل حاجه حلوه بمكونين اثنين بس انا جبت بسكوت ميري صيامي و هناخد عشر معلق كريم شانتيه هنعدي مع بعض عشرة بس هنعدتهم عشرة بالزبط دي كوباية ميا كنت حطتها في الفريزر تلجتها و حطت معلقتين سكر ودوبتهم و هنحطها كلها على الكريم شانتيه هنضرب بقى بالمضرب عندنا مضرب يدوي شغال هنضربهم جامد يدوني القوام المطلوب هما لقتهم تقال حطت شوية برضو ايه ميا متلجة تاني هنضربهم كده جامد ايوه الخليط كده جميل قوي لو بالمضرب الكهرباء كان هيدنا كسافة اعلى من كده بس الحمد الله ده اللي موجود نشكر ربنا اه انا جبت بولا الزغنانة دي هحط فيها نص معلقة نسكافيه في ربعها تقريبا ميا هدوبهم جامد هنبلي البسكوت فيهم و نحطهم طبقه طبقه فوق الكريم شانتيه ايوه هنشتغل بقى يلا وفرت كده فقاع الصينيه نعمل طبقه هنرس كده في الصينيه طبقه بسكوت فوق الكريم شانتيه انا وميرا عملين ايه داخلين مسابقه بسرع عشان البسكوت ما بيستحملش في المياه بسرعه بسرعه كده هنملاقيه طبقه فوق الكريم شانتيه حاجه حلوه ولزيزه و طعمها جميل و مش هتاخد وقت منك يا حبيبتي رصينا صف بسكوت و هنحط عليه برضو كريم شانتيه تاني هنداري بس البسكوت خالص كده ايوه دي مش مساعداني هعمل بالمعلقة الصغيره عايزة داري البسكوت خالص خلص احنا كده داريناه و هنعمل بقى ايه طبقه البسكوت التانيه انا وميرا شغالينا هون حافدتي بتحب المطبخ اوي ايوه حلوه اوه عملنا الطبقه التانيه من البسكوت و طبقتين كريم شانتيه هنخش بقى على الايه على الطبقه التالته من الكريم هنغطي برضو البسكوت خالص هنحط حبه حبه كده و نداري بهم الايه البسكوت خلاص احنا دارينا الصف ده كده خلاص هنعمل صف تالت من البسكوت اه بسرعه عشان البسكوت مش بيستحمل في المية يدوبك نسقط ونطلع بسرعه انا ملاقيتش البسكوت المربع بس ده يعني امب الواجب زي بعضه خلاص هنقربنا نخلص الصف التالته هوا عجبت العيال قوي 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 على فكرة جربي و اعملي لهم يا حبيبتي و مش هتاخد منك وقت ان شاء الله هنعمل بقى طبقه الكريمه الاخيرة هنحط بقى كل الكميه اللي اتبقت نفرشها من فوق الواش ايوه بالضبط كده كده خلصنا الصينية بتاعتنا 3 طبقه بسكوت و 4 كريم شنطي و هنرش من فوق الواش بقى حبه نسكويك كده ده نباتي هنرش رشه كده من فوق الواش قدت منظر و طعم جميل جدا يا حبيبي كده هنحطها تحت الفريزر على طول في التلاجه تحت الفريزر و طلعناها بالمنظر الجميل ده عجبت العيال قوي هنقطعها بالمنظر ده و هبركو بقى ايه فطعه كده و شوفوا الجمال بقى طعمها كمان كان تحفه ده كان الفيديو بتاعنا يا حبيبي النهاردة و ما تنسوناش في اللايك و في الشير و في الاشتراك و الى اللقاء في فيديو قاد باي 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 ترجمة نانسي قنقر